تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك احسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول ما حق مثل هذه العبارات نقاتل فداء للوطن وشهيد الواجب وحب الوطن واجب هذا كلام فاضي ما له نحن نحب الدين الدين حب علينا من الوطن قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل تربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الوطن يحب بلا شك هذا شيء طبيعي لكن ما تقدم محبة الوطن على محبة الله عز وجل ومحبة دينه النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة وهي أحب البلاد إليه هاجر بدينه ومكة وهي أحب البلاد إليه لأنها حرم الله وبيته فما منعه حب المكة من أنه يهاجر بدينه إلى المدينة فالدين يقدم الدين يقدم على محبة الوطن نعم